لدى تفضل سموه بتسليم مدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات جائزة خليفة بن سلمان للتميز في الأداء التعليمي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن البحرين موئلا للعلم والمعرفة بفضل وعي أبنائها وتحصيلهم العلمي ما يزيدنا فخرا واعتزازا ونوجه المدارس أن تغرس في نفس الطلبة والطالبات روح المواطنة الصالحة مثل ما تغرس فيهم حب العلم والمعرفة استقبل سمو رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضيبية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم الذي قدم لسموه مديرة المدرسة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بمدرسة رابع العدوية الابتدائية للبنات بمناسبة فوز المدرسة بشائزة خليفة بن سلمان للتميز في الأداء التعليمي في دورتها الثالث عشر وخلال اللقاء أكد سموه أن الاستثمار في العنصر البشري هو حجر الزاوية في تقدم الأمم وبناء الحضارات وهذا ما وعد إليه الحكومة وأسست عليه برامجها التي تستهدف التنمية البشرية مؤكدا سموه أن إشاعة أجواء التنافس في ميدان التعليم يقود نحو مزيد من التقدم في المسيرة التعليمية ويسهم في تحصين مخرجاتها وهو تنافس يجب تكريسه وتوسيع دائرة مجالاته لأهدافه السامية وأحث سموه القائمين على العملية التعليمية على مراعاة أن تكون المدرسة بيئة متكاملة تقدم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية بأسلوب يعزز روح الإبداع بعيدا عن أنماط التمدرس التقليدية وشدد سموه على ضرورة تشجيع الطلبة على الاستزادة من العلم وحثهم على البحث بما يسهم في تقوية مداركهم وتعزيز قدراتهم على الدخول إلى المستقبل العملي بكل ثقة وأكد سموه بأن الحكومة تدرك أهمية التعليم لذا أولته جانب كبيرا من اهتمامها وأشكلت اللجان والهيئات المختصة التي تتابع العملية التعليمية من التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي لتكون هذه الجهود مجتمعة مع جهود وزارة التربية والتعليم مدعمة لخلق منظومة تعليمية متكاملة تصنع جيلا واعدا يتمكن من استيعاب متطلبات التنمية وقيادتها نحو مزيد من التطور والتقدم منوها سموه بدور المدرسة البارز في العملية التعليمية مهنئا سموه مدرسة رابع العدوية للبنات لفوزهم بهذه الجائزة شاكرا حفظه الله الجهود الطيبة والمتميزة التي يبذلها منتسبي وزارة التربية والتعليم والتي مكنت مملكة البحرين من تحقيق نتائج متميزة على صعيد الاختبارات الدولية متمنيا سموه للجميع التوفيق والنجاح وقد رفع وزير التربية والتعليم خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من اهتمام بالعملية التعليمية ما جعل البحرين تكون في المقدمة في العديد من مجالات التعليم وأكد أن جائزة سموه للتميز في الأداء التعليمي ساهمت في تطوير أداء المدارس فضلا عما تعكزه من توجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إشاعة أجواء التميز والإبداع في العمل الحكومي بشكل عام وفي المجال التعليمي بشكل خاص وأكد أن فوز مدرسة رابع العدوية الابتدائية للبنات بجائزة خليفة بن سلمان للتميز في الأداء التعليمي في دورتها الثالث عشر يحكس استجابتها المثلة لبرامج التطوير الحكومي الذي تقودها الحكومة كما أنه أحد النتائج الطيبة لمشروع تحسين أداء المدارس الذي تنفذه الوزارة ضمن مبادرات المشروع الوطني لتدوير التعليم والتدريب والذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد المدارس التي يكون أداءها متميزا